موسيقى مشاهدينا بداحيكم مع بداية لقاءنا اللي عم تجدد كل يوم عبر الام تي في الحل عنا بالطبع اللبناني بنام على شي بقوم على شي ولكن ما كان بتوقع يكون فيه بعض ضرائب تلاحو بالوقت اللي هو هلأ بالمرحلة الحالية ما قادر يكمل فكيف إذا ضريبة جديدة عم تتحضر على الواتس آب وعلى الانترنت واليوم يلي بيدخل على التواصل الاجتماع بشوف إلا هذا الموضوع يلي شغل اللبنانيين بالوقت اللي في كتير أمور كمانة شغلتون وما عارفين كيف بدون يكملوا فيها ببلد وكأنها المواطن ادفع 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 ولكن ما تنال ولا خدمة هيدا الشي مقصف جدا وما بعرف إداي اللبناني بدو يضام يتفرج وما يعبر بكل الحالات أكيد اليوم الضريبة اللي عم تتحضر على الواتس آب وغيره رح يرفضوها الناس وحتى كتير ممكن رح يوقفوا الواتس آب كان بعد عندهم هال المتنفس وإن شاء الله ما تاخد طريقة للتنفيذ قضية الضريبة الجديدة على الواتس آب يلي عم ينحكى فيها 6 دولار تقريبا بالشهر الإضافية لأنه بالفعل المواطن لبناني خلص بأعتقد ما رح يقدر يكمل حياته بهيتي بكرامته بسهولة لأنه كل شي بيجني بيدفعوا درايا بالوقت اللي واجباته عم بيقوم فيها ولكن حقوقه من كل النواحي مهضومة معلومة بالآن ذكرت أنه بدءا من 18 تشرين الأول يبدأ استفاق الرسوم على الأرقام السيارات المميزة وكتارت وصلوا معنا وقالوا كيف منعرف نحنا منقول أنه في ملحق أكيد صادر أنا رح حطه على التبلو ولكن قدما هالقرار متشاعب وقدما شوي تقني يمكن بده حلقة حتى تتوضح أكتر للناس ولكن اللي بقدر قوله أنه يبدأ العمل باستفاق الرسوم بناءًا لمذكرة إدارية صدرت رقم 11 ل2019 صدرت عن مدير عام رئيس مجلس إدارة هودا سلوم المهندسي هودا سلوم لهيئة السيارات هو بناءًا على الأنون رقم 144 على 2019 تاريخ 21-27-19 يعني الأنون الموزنة العام 2019 صدرت عن مدير 27 منه بتقول هال يعني إذا بدي أقرأها كلها بتاخد كتير وقت اللي بدي أقوله أنه يبدأ العمل باستفاق الرسوم السنوية المقطوعة بكافة الرموز بدأ من 18 في مصرح تجيسرات والقليات في الدكواني حصراً وبالتالي تخضع للرسوم السنوية المقطوعة جميع أرقام اللوحات الخصوصية المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز اللي هن أبي أجي آر آر جي دي سي والعائدة للمركبة الموضوعة بالسهل بحسب التصنيف المحدد بموجب القرار رقم 1762 مشهار إليه نحن على الشاشة عم نحط الملحق رقم واحد هيدا الملحق يلي هو بيبين بدلات التخصيص والرسوم السنوية على الأرقام المميزة يلي برجع بقول بيبلش رسم يعني أقصر شيء 750 ألف ليرة وأدنى شيء 100 ألف ليرة لبنانية بحسب الأرقام إذا رقمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة حسب ألف فئات وبالتالي يلي بدو يعرف أكتر بيقدر يدخل على موقع هيئة إدارة السير الإلكتروني بيقدر يفتح أكيد بيشوف كل التفاصيل المبينة وبالتالي مضطرين أنه تكونوا بس بتكون تدفعوا بواسطة أو وكيل قانوني أو من يمثلكون بدكواني بتعرفوا كل التفاصيل ما بقدر أعرف كل رقم قدأي بيطلع عليه لما بتروحوا على مصلحة الجيل السيرات واليات بالدكواني أكيد لما بنشاف الرقم والرمز طابعه بيبين قدأي مفروض أنه يندفع وبالتالي فيه كمان مزادات بتصير كمان على بعد الفئات يعني بتطلش بالـ 45 مليون وبتنتهي بعشرين مليون حسب كمان الفئات والتصنيف إن شاء الله قدر أعمل حلقة بهذا الموضوع لناس تعرف أكتر عنه ولكن مع دفع الميكانيك السيارة فيكن تدفعوا هالرسم المميز ويلي دفعوا سابقاً يعني خلال 2019 بدون يجعوا يدفعوا الرقم هلأ يعني منا معفات للسنيجي لأ بيرجعوا بيدفعوا فقط رسم الرقم المميز اتصالاتكم المشاهدين على 044444444 بدي أقول بالبداية إنه في كتير اتصالات عم توردنا لمساعدات يعني هايدي فترة كتير الناس متضايقة اقتصادياً ومعيشياً وصحياً ونحنا دايماً لما نتأكد من الحالة عم نعلن عنها على الهواء عم بشكر دايماً كل الأصحاب الأياد البيضاء يلي عم بيمدوا اليد ولو بيفلس الأرملة يلي ممكن يشكل شيء للناس أنا أمامي حالة لشاب عنده عملية ورك تركيب ورك بتنعمل العملية بمستشفيين في لبنان كلفتة 17 ألف دولار بمستشفى كلفتة 14 ألف ومستشفى تاني أقل ولكن كلفة العمومية هي 17 ألف دولار هيدا الورك متل معرفة مش موجود بوزارة الصحة والشخص اللي بحاجة يعمل عملية اليوم أو بكرة هو شاب ما عنده أي ضمانة يعني لا تعونية ولا ضمان اجتماعي وعلى الوزارة مش موفر هيدا الورك متل مفهمت عم يطلب مساعدة إذا منقدر نساعد ونأمن 17 ألف دولار حتى يقدر يركب هذا الورك بهذا المستشفى طبعا يلي راغب يقدر يتواصل معنا على الحل عندنا ام تي في وبتمنى يكون فيه تجاوب مثل ما كمان فيه عنده ست يلي هدده تترك بيتها جوزة معوق يعني عنده ما عنده عمل عنده ولدين صغار صاحب الملك يلي عم يرفض يحكي معنا حتى نمهله شوي لنقدر نأمن أولا 400 دولار من لأجار البيت شايفي بيت بالدورة كمان 400 دولار يعني فوق الملك ما بقى بده إياها بالبيت بده يطلع لغراضة وشايفت بالمقابل بالدورة عساس بقدر تلاقي الشغل تشتغل لأنه بالمدينة غير ما يكون بأماكن تاني كمان بحاجة لدعم مالي وأحد الأشخاص كمان تالت شخص بحاجة لدعم كمان مساعدة مالية لأنه وقف شغله فجأة وعنده التزامات تجاه عائلته ما قادر يأمن له حتى لقمة العيش عندي ثلاث حالات صراحة هلأ قانيين يلي بحب ويلي بيرغب أنه يتواصل معنا نحنا من هلأ منقل له شكرا ونقدر نزوده بكل التفاصيل اتصالاتكم على 0444444 باخد أول اتصال لليوم ألو ألو مرحبا مرحبا بدي أسأل بليس بالنسبة أنا عرصت أنه البلديات ما نعروه أنه المحلات تضحط حداية قدام محلاته هيدا الشي ممنوع مظبوط ولا لأ مظبوط تاب واللي بيجي على الحاي ما بيلاقي محلاته وما عندهم باركينج تحت الأرض بنايات قديمة كل المحلات حط حداية دروتنين وصادوا البيوتهم كمان عالطريق حطين حداية الدين محلاتهم منيجي ما منلاقي محلات شو الحال يعني هيدا مشكلة عم بعينوا مننا خصوصا إذا بدكم بالروضة بشارع خصوصا بشارع لكي هوم واللي فوقوا كل الشوارع بتوصلي ما في محل صوفي بتاعد بطبر من ساعتين ثلاثة وفي محلات في محلات في باركينج مثل بلسان لازار كمان بالمنطقة الروضة في باركينج صاحب الباركينج شو عامل كانت الناس المشقدة يدفع خمسين ألف ليرة بالشهر حتى يحط عربيته حط بويات الزهور وسكر يعني بتبطلوا الناس يصفوا على حيط الباركينج يعني ممنوع يعني ما بعرف شو القرار اللي أخدوا من راسه وحطا لهم باركينج حط زهور وهلأ الباركينج فاضي وبره ما فيهم يصفوا لأنه في ناس بالفعل مش قدها تدفع خمسين ألف ليرة بالشهر كانت تلاقي هالمحل ومتقدر تصفيه هلأ ما بتقدر لا تفوت على الباركينج تدفع مصاري ولا تصف بره معك حق موضوع المواقف السيارات موضوع إذا بدوا يتطبق القانون مفروض كان كل بناء يكون عندها باركينج موقف لسيارة على القليل السيارة اليوم إن وضعت الباركميتر بالأماكن التجارية مش بالأماكن السكنية ولكن فجأت مبارح بالأشرفية إنه بحي يعني السكان ما في محل يمكن حطولهم باركميتر ما قادرين بقى يصفوا مشكلة هلأ أنا رحيحكي مع البلدية بخصوص الراودة لنشوف شو بيقولكم حال لهذا الموضوع لأنه كل فترة عم يطلعوا البلديات يشيلوا هالحدايد هاي دي ما بيلحقوا بيروحوا بيرجعوا تاني نهار بيحطوا بل كأنهم ما فرقاني معهم قرار بلدي ولا شي تاني السياراتنا بنحملها ع ظهرنا أكيد لا مشكلة في مشكلة إذا بنطبق القانون على الأصول يمكن مش لازم يبقى ولا حديدة ولكن ما بعرف لاي مرات الناس بتحب تخالف وصار في عدة محاولات لإزالتها وترجع بعد يوم أو يومين ترجع تنحط كأن شيئا لم يكن بدأ دولة هيبة وبدأ كمان تأمين أكيد أماكن للسيارات وبالتالي كيبت المواطن يعرف حاله شو لازم يعمل معك كمان اتصال هالو تفضل هالو بونجور بونجور معك عبدو طحان أهلا أستاذ عبدو ستريفكة أنا بدي أقول لك أني أنا صار لعشرين سنة موظفة بمؤسسة نعم ما بحب تسميلك المؤسسة على الهواء وطررت لكتير مشاكل صحية أثناء عملي بالعشرين سنة وبالآخر عندي دبحة قلبية وعم بيقود قدودي علاجات صار في خلاص من بعد ما توصل بيء بين الأخوة الشركة وطلعت براسة أنا بالنهاية يعني أنا انطررت من الشغل صار لثلاثة جميع قاعد بالبيت وما عارف حالي شو بدي أعمل بعد عشرين سنة شغل بنفس المؤسسة ما غبت ولا نهار ما تأخرت ولا نهار وهلأ عندي مرتي وبنتي ثلاث سنين بالبيت مدارس وحكمي ودولة إلي كل شهر وما عارف حالي شو بدي أعمل يا ستريفكة اه واغتار متلك عبدو نعم للأسف الشديد يعني اللي بيزعل إنه ما حدا حاسس مع وجهة عن الناس واللي وصلت له الناس بس إذا بيشوفوا قداش صار فيه شركات مفلسة شركات صار في تموظفينا في عنا يعني حالة بالحرب ما شفناها للأسف هنو ستريفكة هاد الشركة ماشي كتير منيح كتير منيح ولكن وعم بتطلع وعم بتنتيج بس صار في مشاكل شخصية بين الأخوة وطلعت الفل فيه أنا يعني طيب من هيك إذا أنت اليوم بترجع تشتري الإدارة ما بدي ياني فل نعم خيو صغير معنك بدي ياني فل وطلعت براسة ما بدي زعل خيو طلعت أنا بالبدأ وهنا أعاد بالبيت يعني ما إلك إلا يا طالب بتعويضك تبلش تفتش على الشغل تاني لأنه إذا هذا القرار اتخذ قرار تعسفي ولكن هذا قرار هن أصحاب الشركة وهن اللي بيقرروا للأسف يعني ما في حماية للموظف وإذا راح تشكها للوزارة العمل حتى تجتمع مجالس العمل التحكمية يعني بتروح القصة ما بعرف كم شهر وكم سنة بس المطلوب أنه الناس تشتغل حتى تقدر تكمل حياتها يعني شغلة كتير صعبة عليك بفهمك ما بعرف إذا هلأ إذا في ناس بحبوا يشغلوا حدا نحن ما بعرف إذا منقدر نساعدك بس بقدر أقول أنه ما في أصعب من إنسان بلالة ضحاة يترك شغله وعنده التزامات تجاه عائلته تجاه كمان كنأخذ قروض أو غيره كلنا عم نتخبط بفيا بس ما في حلول سريعة تساعد الناس الدولة بميل والناس بميل فاصل ومنتابع منتابع الحل عنا وبيخد اتصال جديد ألو 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 تفضلي ألو مرحبا مرحبا أهلا تفضلي معك نحن من البقاء على الأوسط مطقت برليس أهلا وسهلا شو عندك عنا مش كلش اشتراينا بيت جاهز وعنا شقفة أرض يعني هم تتعديش الأربع مئة متر وحطيناه في ما كنا بنعرف إنه هالبيت بده ترخيش نحن حطيناه أول يام طب ثاني يام ده جيت القوة الأمنية قال بده كنت نيمه ممنوع هيدا يتوقف بده رخصة لأسباب أمنية لأسباب شو ما بعش يعني ما نعطين تعمين فيه إنه بيت جاهز يعني لعبت بحشي بالأرض لعبت نعم يا عمي إنه يعني شو بيضر هيدا قال ممنوع باكنت عملوا رخصة تروحوا لعند المحافظ إجينا هالبلدية نعم إجينا هالبلدية عمنا وراءه منشي شهر ونص وراحت علمنا عند المحافظ من بعد شهر ونص بيريح إجراد من عند المحافظ للبلدية إنه بعده نقيت الدرس وهي الدنيا جاي عشتة وهلي بيوت مقلوبة بالأرض حق بلاوي مصاري والله حرام يعني شو الزنب اللي اقترسنين إحنا ما بنعرف لأنه لا رخصة بيعطوكي تعملي أوضة هي كل الشهر في 400 مدر عملناها للاستعمال الشخصي يعني صراني للاستعمال الشخصي إذا رحنا صيّفنا هونيكين أو قعدنا فيها يلاقي الواحد عنده وضع يقعد فيه بعد لحد ديت إسه ما بنعرف شو الممنوع إنه نرجع نوقفه وهالدين يجاي على الشتة ووحل وبتعرف فيه أرض اللي بقاعة كلها وحل مش نحنا بس في كذا إنسان هايك صايفون وهلي بيوت مقلوبة على الأرض ما عم يعملون لنا حل لقل مع مين بل نحكي والله ما بنعرف الحال لاندي بوزارة الداخلية أو في قيادة كوالأمن الداخلية المشكلة من هالك لمالك من إدارة لإدارة بتخلص الشتوية وبعده مقلوب البيت بس الناس تقعد على الطرقات ما حدا استقلان عنها يعني اتباه دا للعالم ما عليه في مطارح ما بنمشي القانون بنعمل وصايت لو عندك واسطة هيك تليفون صغير بيمشي الحال بتحطي أربعة بيوت مش بيت واحد بس بيشوفوا الإنسان عم يسترحالوا بكرامته بدل ما يسهلولوا يعطوا مهال يقعدوا مؤقتا وعم بتابع عال مشكلة أنه ما في قيمة للإنسان يعني السكن السكن والشغل والصحة أكيد السكن والشغل والصحة هاو دي مقومات المواطن اللبناني مفروض الدولي أنه هي ترعاهن هلأ ما بعرف لاش التأخير بموضوع أنه بده شهر توحوا طاعوا طاعوا وروحوا ما بعرف هلأ بقدر أسأل بالمحافظة أنه شو التأخير قيد الدرس شو يعني عم تبرم على كل دوار الدولة اللبنانية مشانا ما بعرف يعني قداش منسهل معاملات الناس وقدام نحفظ لك كراماتها بأرضها وبأملاكها الخاصة قداش الشعب اللبناني بيكون بحس حاله بدولة رعيته بس أنه هيك من هالك لمالك لهالك ما بعرف بدي أسألك أنه أول شيء ترخيصك فلازم يكون حتى غيرك يستفيد اتنان قداش بديه وقت كمان يعني قبل الشطة معك حق يعني الناس مراتي بتجهل القانون بس مش معناتها عم بتخالف لما بقولوا لعملة بتعمل يا راتبي لبوا قد ما بتلب الناس مرات تدفع مع عليها كمان اتصال ألو ألو تفضلي بونجور يعني اليوم بيصر لنا شانس لما دام رابيكا نقدر نحكي معا تفضلي شو عندك بدي إلا لما دام رابيكا أنه نحنا قدام بنيتنا قلنا 40 سنة منقدر نصف عربيتنا نعم بيجو من عبكرا كرمال البارك متر هالمئتين وخمسين بيصفو كل النهار وواحد بيجي بيخد وحده بتترك عربيتها هاي ديك بتترك عربيتها بيجي وولادنا ما في مصرح تنصف عربيتنا بي للا ريسا وين بقية منطقة؟ بي للا ريسا وين بقية منطقة؟ بالحدث بالحدث إنه كمان لا سمح الله يعني صار شيب هالعربيت قدام لبيوت مين حمية؟ كمان إنه واحد بيجي هيك بيصف سيارته وبيمشي ما بيحط اسمه بيحط رعبه بيحط مين هوه لكن في بلديات عم تاخد إجراءات ما في مثل بلديتنا بايدة الحدث عم ياخد كتير إجراءات رئيس البلدية حتى يساعد الناس ضمن الأوانين وحتى يسهل أمور الناس توجهي على البلدية وعرضي الموضوع بلك البلدية بتاخد إجراء معين خصوصا إذا الناس إلهم 40 سنة و50 سنة قاعدين وهي يعني ما في موقف إلا هون بلك بينعمل تدبير خاص للكون أو البلدية بتقدر تلاقي لكم حل لأنه خصوصا بيتحدث كتير عم ياخد الأمور بجدية جربوا حكومة حتى تشوفوا كيف ممكن تلقوا أماكن تصفوا السياراتكن معك حق يعني بالنتيجة وين بياخد سيارته الواحد معك حق صورة اليوم نشوفها سوا وزير يريد رفع رسوم الاتصالات وهي الأغلى في العالم وزير يريد زيادة في تورة الكهرباء وهي الأسوأ في العالم ووزير دخلوا بخفض حد الرواتب وهو الأدنى في العالم ووزير يقول ادفعوا الدرائب حتى ولو إنه ما عم بتنالوا الخدمة ولكن ادفعوها والناس بتزقف ما بعرف قيمتا بنا نوقف التزفير بنا نوقف نزقف منزقف لما منحس إنه عنا دولة بالفعل حاملة هم الناس بالفعل عم بتقدم خدمات للناس بشكل لائق بيعتقد اللبنانيين إن كانوا بلبنان ولا الخارج كله بيحكي بصيرة لبنان إنه بلبنان أغلى في تورة وبلبنان أغلى ما بعرف طب شو عملنا بالمقابل؟ ما عملنا شيء هلأ اليوم عم ينحكى بالستة دولار على الواتس أب وعلى 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 وفيه ثلاث طروحات انطرحت مبالح مجلس توزر على الدرايب ومنها على الكماليات والدخين اليوم روحوا اشتروا علبة الدخين ضرب السعر وبعد ما تخذ القرار ما عم شجعت الدخين بس عم بقول بهذا البلد بمجرد ما نتنفس نقول بدنا نزيد ضريبة بتكون نزادت ممكن هلأ الواتس أب بلشوا يشتغلوا عليه ونحنا مش عارفين ما بعرف لأي متى نحنا كلبنانيين بدنا نرضى باللي عم بسير ما بقى نحنا حاضرين ونحنا عم نوصل صوتكم وعم نساعد ومنحل كتير قضايا وبشكر كل ياللي بتجاوبوا معنا ولكن هيدا واحده مش كافي ما بقى بدنا نزقف بدنا نطالب بحقوقنا بعتيكم نوعد بكرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة